موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من المتعرف عليه من لم يكن له ماضي ليس له حاضر إن ماضيك يعرفك من أنت وأما الحاضر فيؤكد على ذلك لذلك أن من لم يحافظ على عاداته وتقاليده أو التي تربى عليها وخاصة العادات والتقاليد المحمودة فقد وقع بنفسه في تعاسات مستقبلية فمن هنا جاءت الديانات تؤكد على أن من ليس له ماضي ليس له حاضر إن الاحتفاظ بالعدات والتقاليد الحميدة يورث كل شيء جميل وإن من المحذن والمخذي أن ترى بعض شبابنا اليوم بهذه الحالة الذي تغيروا تماما عن كل شيء جميل لأن عندما تحافظ على عاداتك وتقاليدك المحمودة المطابقة للشرع فقد حافظت على دينك من هنا ننصح كل شباب بالأمة بأن يحذوا آباؤهم وأمهاتهم حتى يستطيعوا أن يحتفظوا أو يثيروا على أثر ونهج آباؤهم وأجدادهم لذلك نحن اليوم معكم في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج داقة قلب على قناة الصحة والجمال وموضوع الحلقة اليوم يدور حول العدات والتقاليد بين الماضي والحاضر ويشرفنا في هذه الحلقة ضيوف يعني بسم الله ما شاء الله على قدر من الجمال والأخلاق والعلم والثقافة والفهم العالي بفضل الله سبحانه وتعالى هم الآن يشرفون ومعنا اليوم تحديدا في هذا الحلقة معالي السيد اللواء الخلوق المحترم ذو القدر العالي والذوق الرفيع والمبادئ القيمة وصاحب الخير الكثير للمجتمع صاحب الثقافة والعلم الغزير في كل المجالات وعلى دراية تامة بما يدور في الساحة وهو معالي السيد الشريف اللواء أحمد ماضي أبو العزائم مساعد وزير الداخلية ورئيس مؤسسة أبو العزائم للتنمية وحقوق الإنسان والصداقة بين الشعوب ورئيس لجنة المصالحات والقضاء العرفي بالقبائل مجسير في إعدارة الأذمات والكوارث مستشار بالمحكمة الدولية بالقضاء الدولي وأيضا مسؤول عن المتحدثين بغير اللغة العربية الدارسين بالأظهر الشريف أهلا وسهلا بحضرتك شرفتنا وأسعدتنا وأيضا معنا معالي الرجل الخلوق المحترم صاحب المبادئ والقيام المسلأ والخير الكثير وهو أفضل من قدم خيرا وأعمال خيره ملموسة على أرض الواقع في محافظة الفيوم تحديدا الكل يشهد بذلك وهو معالي السيد المستشار السياسي والقانوني الفز حسام راغب رئيس مجلس إدارة مؤسسة حسام راغب القانونية مستشار سياسي وقانوني للعديد من الكيانات رئيس مجلس أمناء التعليم الفني محلل سياسي وقانوني رئيس مكتب صفراء السلام بهيئة الفيوم رئيس حزب فرسان مصر بالفيوم مرشح مجلس نواب دورتي 2011 و2015 ورئيس أكاديمية HR أهلا وسلام بحضرتك شرفتونا أسعدتونا النهاردة حضرتكم في موضوع جميل جدا وهم جدا حبينا حضرتكم نستفيد بعلمكم من خلال أماكنكم المرموقة والحساسة ومع ذلك النهاردة بنخطبكم كأباء لنا بنحاول نستفاد من خبراتكم ومن علمكم بحيث نوصل المعلومة ورسالة لكل النهاردة أهلينا في كل مكان وكل شبابنا وكل بلاتنا يستفيدوا من هذه الخبرات ومن هذه الناس الأفاضل الجمال اللي هم مشرفيننا النهاردة مرة ثانية بحييكم وأهلا وسلام بحضرتكم النهاردة خلينا حضرتكم جاتنا أسئلة برضا كالعادة لمعليكم أسئلة كترة جدا عايزين نستفاد بقدر الإمكان بأكبر وقت من الممكن في هذه الأسئلة النهاردة حضرتك خلينا في البداية نبدأ مع معالي المستشار أحمد ماضي أبو العذاب لو مشرفنا النهاردة السؤال حضرتك الأول بنتكلم عن العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر تمام حضرتك؟ السؤال بقول هل الحفاظ على العادات والتقاليد الموروثة داخل الأسرة من قبل الزوجين يؤدي إلى الهدوء النفسي وعدم وجود مشاكل بينهم؟ طبعا بلا شك وفي بس عشان نحط العادات والتقاليد بنقول إن فيها عادات والتقاليد حميدة وفيها عادات والتقاليد إحنا لازم المجتمع يقتلحها تماما يعني في بلاد ما بتورس البنت بدأ عادات وتقاليد في بعض الأماكن في الصعيد فيعتبر دي العادات دي لازم تتشيل خالص في بلاد تانية بيقولك لازم البنت تتجاوز ابن عمها وسيدنا ربع صلى الله عليه وسلم نهى عن تزاوج صلى الله عليه وسلم عن تزاوج الأخار بقالك اغتربوا فلا تضوى عشان ما تضعفوش ففي ناس عائلات كثيرة جدا بتندسر وبيحصل لها عيوب خلقية كثير جدا من عادات والتقاليد لازم البنت ما تطلعش برها تأخذ ابن عمها وبن خالها تمام ففي عادات حميدة جدا 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 وفي عادات ما لازم المجتمع يتخلص منها من ضمن العادات الحميدة إننا مثلا في العياد والحاجات دي كلها بنذكر الأسرة والأهل والتقارب والتزاور بما فيهم الأموات أنا أفضل لي ما يروحوش أول يوم العيد يبقى ثاني يوم العيد ثلاثة يوم العيد لسبب لأن حاوزين أول يوم العيد دي فرحة وبهجة الأولاد الزغارين والبتاع ما يحسسهمش إنهم طالعين الطرب يعني أول يوم ولكن ثاني يوم وتلاثة يوم لا مانع يعني دي حضرتك من العادات والتقاليد اللي هي مزمومة ممكن ما إحنا بنطباها تطبيق خطأ لا لابد إن احنا نراجع فيها حادات وتقاليد نراجع فيها الشريعة بتاعتنا بالزبط كده وخاصة الإخوة اللي هم بيزوروا المقابر زي ما حضرتك تفضلت في أول يوم ده غريباً خلي فرح وعيد واضحية وفرحنين ومشاهد خلي تاني يوم وتلاثة يوم إحنا بنى مبلغ طعش يعني يعني سننا ما أسلم قال لك ألا أكد غيرتك عن زيارة المقابر ألا فزوروها ألا فزوروها أكد لهم ثلاث مرات ولكن مش بها خلاش عالي يوم عشان أطفال يحسوا بهجة العيد والفرحة والوارد والبلالين والخروج والقصة تتلم وفرحة العيد والفتة واللحمة والحاجات دي كلها احنا عوزين يوقتين يوم تلاثة يوم أحسنت الله يخليك خلينا ننتقل لسؤال آخر لمعالي المستشهر حسام راغب لمشرفنا ونوارنا النهاردة تحيات لحضراتك السؤال بقول حضراتك لماذا كثرت المشاكل بين الزوجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا طبعاً بنهني من المكان الجميل ده شعب مصر العظيم بمناسبة عيد الأطحى المبارك كل سنة وكل شعب مصر بكل خير حضراتك فيه طبعاً ربنا خلق الكون للتبديل والتغيير فيه عدد قديمة فيه عدد عندنا دلوقتي طبعاً طغط على التكنولوجيا ابتدينا ان احنا ننحرف لإطار الفيسبوك والميديا وابتدينا نخرج من ان احنا نقعد مع بعض على صفرة واحدة وان احنا نقعد مع بعض نتكلم لما الجميلة بتاع زمان العيد النهاردة اصبح اللي مختارب بيفضل مختارب يقولك مش مشكلة المال بقى هو الأكثر شيوعاً في العادات والتقاليد النهاردة للأسف لغلاء الحياة لبعد الدين شوية عن بعض الناس صلة الرحم النهاردة كون ان احنا نجتمع ده بقى شيء من النوادر النهاردة ممكن تلاقي ناس ما بيجتمعوش مع بعض غير كل فين وفين بالنسبة للأزواج الترابط والمحبة والمودة أهم شيء في العلاقة الزوجية المفروض ان هو يبقى فيه نوع من الحوار المسمر أو حتى لو مش مسمر اللي هو بيطلع الطاقة السلبية اللي احنا نقعد بعد كده بدل من نتطرك لان احنا نسمع لأصدقاء السوق برأي يكون مخرب للأسرة لا انتهت مراتك النهاردة أقعد تكلم معاها قل لها انا زمان واهلي زمان كانوا بيعملوا كذا هي ممكن تفيدك بالحوار ممكن تستشيرها في بعض الأمور تكون قفية بالنسبة لك من صديق يعني ما فيش مشكلة ان انا اتحاور مع زوجتي في اي موضوع من الموضوع ما اتحدث معه وتكلم معه وشورها مش عيب ولا في اي حاجة اه طبعا طبعا ما يخلفش كمان الشرع النهاردة بقى فيه ناس بتقعد على فيسبوك اكتر من 6-7 ساعات متواصلة يوميا طب ادي لزوجتك ساعة اثنين قعد اتكلم معاها دي برضو عدد وتقاليد النهاردة بقت سيئة بقت مفروضة نعايز اقول معليك على المجتمع للأسف بحكم التكنولوجيا تمام ماشكرك خلينا نتوجه لسؤال اخر مع معالي اللي هو اللي هو بحبه جدا ومشرفنا النهاردة ربنا يسعده دايما يا رب السؤال حدك بقول لو ان هناك مشاكل بين الزوجين كيف نقوم بحلها من حيث القضاء العرفي او الشكل العرفي وفي الاتجاه الاخر برضا سؤال موجه لمعالي المستشار كيف لو ان في مشكلة النهاردة بين الزوجة من الشكل القانوني ازاي نحلها هو في البداية الاول سيد نبي صلى الله عليه وسلم قالك ايه اذا جاءكم من ترتضون دين وخلقه فزوجوك اللي بيحصل النهاردة في الزواج زواج اما الكتروني اوي اما زواج عربي واحد عربي بيبعت يقول انا عاوز اتجوز فبيستعجلوه اوي واحد ماصر يقول انا عندي بعسة او مش عارف ايه والكلام ده كله فبيسترعوا بمرحلة الزواج ما بيش تعاروه اذا جاءكم من ترتضون دينه عرفتوا دينه ازاي بالخطبة بالفترة اللي كان بكتاب تطول شوية عرفتوا دينه وخلقه ازاي انت بتعزمه عندك وبيتعزم عنده قبل الجواز اللي بيحصل دلوقتي ان العملية بقت سريعة جدا فيه دلوقتي الزواج عن طريق الفيسبوك كانت زواج عن طريق الالكترونيات زواج عن طريق واحد ما يسافر او واحد كان في الغربة فترة كبيرة في السعودية او في كويت وجايب ارشين فيالله عشان هيرجع تاني كمان ازبوعين فيجوزوا البنت بسرعة مفيش العلاق الكمونيكيشن اللي هو التعرف القوي العلاقات انه تبني علاقتين اصبح دلوقتي العملية الرتمي بقى سريعة جدا وعملية الاختيار بقت سريعة جدا يعني ازاي هتطبع على بعض طب لما تتجوزوا هتعرفوا بعض تطبع بعض اكتر طب ويفاجئ ان ده تفكير غير تفكير يعني انا عاجبني يا اوي ان احنا طبعا نتعافلنا من دول الحاجات اللي احنا عندنا صادقة من الشعوب اللي بقى لي شهر ونص مع الجالية اليمنية بقى لي شهر ونص كل اسبوع فرح الافرح دي كانت غريبة جدا اليمنين الموجودين في امريكا لاغدين الجنسية الامريكية عندهم بنات عشان يجوزهم جوم مصر عشان يجوزهم ارايبهم اللي موجودين في اليمن وبتوقع اليمن جوم مصر تخيل الافرح كلها تعملت في مصر لعشان عاداته التقليد البنت اليمنية ما تجوز امريكاني يبا ليس على الدين وعلى الطباع ولا 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 تكوز يامني زيها فجوم في مصر طب ليه في مصر وحوش اليمن لان الصفارة الامريكية في اليمن مقفولة يجوزوا. اليمانين جوم هنا والبنات جاي من أمريكا يجوزوا هنا عشان السفارة والمفتوح عشان يقدموا الأوراق ويسافروا للتنين مع بعض يبقى إذن حافظوا على العادات والتقاليد معنهم في الغربة وفي أمريكا وفي حتة بعيدة جدا. أنا بحب الشعب العربي أو الشعب الإسلام أولاً بيحافظ فعلاً على التقاليد ويحافظ على العادات لأنه بنعتبر العادات والتقاليد ما هي لديهم. ودي حاجات حاجات جميلة جداً أنهم مازالوا إلى الآن محتفظين بالعادات والتقاليد اللي هي متازة. في حاجات قيمة كده محترفين. حتى في نظام الزي في الإسلوب بتاعهم حاجة بجد. أنا بحييهم من هنا من مصر. لكل أشقاء العرب في كل مكان. بيسمعونا الآن واللي ما يعني يعني يدروش يعني يجاهدونا الآن فأنا تحياتي اليوم حرارك. خلينا ننتقل إلى معالم السشار الشرق القانوني بقى. لو أن هناك مشكلة بين الزوج والزوجة. إزاي أصرف هل على طول مثل حاصل النهاردة مشدة بين زوج وزوجتي تطلع الزوج على طول تاجي سحبل أيما بتاعتها ويلا على القاضي. أم هناك ممكن في حد ممكن يتدخل ويحل المشكلة. مكاتب الأسرة النهاردة بتحل نسبة كبيرة جداً من السؤال اللي حرارتك طرحته ده. بنسبة 90% أو بنسبة 80% من الزوجات المتوجهين لرفع الأضايا على أزواجهم. مكاتب الأسرة عن طريق الأخصائي النفسيين. بتعلق. سألو. 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 سأ أحبوبة واللي لها شعبية كبيرة كثير يوم أهلاً وسهلاً شكراً يا ذكر الأخير وأهلاً بحيثك وأهلاً بضيوفك الكرام أهلاً وسهلاً معالي اللواء أحمد ماضي أبو العزائم موجود معنا أهلاً وسهلاً بسيط اللواء رجل من الشخصيات المعروفة مرموقة والمرعوفة نعم حسن حضرتك معالي السفير بالصفحة ذاك يعني رجل معروفة مرموق تحيات لحضرتك في البداية تشوف حضرتك النهاردة العادات والتقاليد في المجتمع المصري بين الحضر والمضر إيه؟ نعم يخل معلش أنا آسف حضرتك أه ألو سمعنا حضرتك أي مع حضرتك بقول حضرتك لماذا النهاردة اندثرت العادات والتقاليد في المجتمع؟ والله يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن فيه غزو إعلامي غربي بيحارب العادات والتقاليد المصرية وبيحارب ما كنا عليه في الماضي بالإضافة إلى طبعا حرب الانترنت اللي احنا بنواجهها حاليا واللي هي عملت شتات في محيط الأسرة النهاردة بنلاقي كل أبنائنا كل واحد مسك الموبايل وقاعد على النت وأصبحت اللامة الأسرية ما بقيتش موجودة زي الأول تمام 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 حسن تحياتي شكرا 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 مع السفير شكرا لحضرتك كان معنا السفير فاهمي من محافظة الفيوم بيشكر حضرتكم أهلا بي تحياتي لي ونكمل السؤال لحضرتك طرحته النهاردة بقى من السهل جدا أن الزوجة للأسف نظر التفكك العائلي الشانول الأسري أن هي بالمعنى البلدي كده بتحس أن هي ملهاش كبير أو راشد أو ناصح بتتوجه للمحكمة بترفع الأيمة على جزء على أساس طبعا أن هي ده بيعتبر بالعامية كده لو يدرع للزوك بترغمه في أزواج ضعيفة في أزواج فقيرة في أزواج ما تقدرش تجهز نفسها تاني للأسف يعني في رجالة النهاردة كل ما تمتلكه من حطام الدنيا هو شقته هو فرشه القليل ده اللي قاعد حوالي عشر سين يجمع فيه لغاية لما جابه فطبعا حياته بتبقى بالنسبة له مهددة ما يقدرش يجمع مال تاني في فترة قصيرة هو يتزوج تاني فبيرضغ لطلبات الزوجة وبيقول لا حاضر نعملك لأنتي عايزة طلباتك مجابة تبقى هي الراجل يبقى هو الست في البيت طبعا فيه الرجالة الشارئين ما يقبلوش ده لو حتى ياكل طراب ما يقبلش ان زوجته تبقى هي المتحكمة فيه طب حظاك لو هنا مثلا الزوجة او الزوج جيه يرفع قضية فطبعا اول حاجة بتوجه فيها لا بد من وجود محامي تسوية محكمة طب المحامي حظاك مش ممكن نهاردة نرسل رسالة لكل محامينا الشرفاء في كل مكان انه هو يا اخي الفاضل عندما تأتيك زوجة او زوج قدم له النصيحة في البداية والمأزون وانصحه والمأزون كمان يعني قدم نصيحة وعليش وحاول في موضوع الطلاق ده بالذات يا اخواتي نطول بالنا شوي ندي برضا فرصة مرة تنمش لازم اننا مثل شايف الزوج ولا الزوجة على اخرهم ونفذ لهم الامر بتاعهم لا ندي الموضوع رويدا رويدا 90% حضرتك النهاردة 90% من حالات الطلاق للأسف في خلال السنة من الزواج 90% خلينا ننتقل لسؤال اخر مع معالي احمد ماضي ابو العزائي مسألة الداخلية حضاك لو كسرت المشاكل بين الزوج والزوجة الحاجات دي بكون لها بتنعكس على الاولاد ام الاولاد ما بتأثروش بالمشاكل بين الاب والام لا 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 بتأثروه طبعا بلا شك لان احنا بقولوه حتى الشعر بقولك ان ام مدرسة انه عددت جيل عددت بلد عددت مستقبل الام هي كل شيء الام هي المدرسة اللي بتعلم الولد في البيت وهي اللي بتمرده لما بيمرد وهو اللي بتكبر وهي اللي بتعلمه اللغة وتعلمه الصلاة وتعلمه الاب يمكن ضيف البيت يعني بيقعد فترة ليلة جدا منشغل بشغله الصبح وبعض الدهر والكلام ده كله ولكن الست لما بتكون ستة صالحة وستة على قدر المسئولية بتعمل جيل غير عادي لما يحصل بقى مشاكل بالاب والام طبعا بيبقى جيل منكسر يعني معليك معذرة اولادنا اللي هم تفوقوا الايام اللي فاتت في المرحلة الصنوية والدبلومات وفي الجامعات فضلا سبحانه وتعالى هل ده يؤدي مؤشر الا ان هناك استقرار في الاسرة طبعا والعكس بقى الاولاد اللي هم مثلا حصل لهم استقرار نفسي استقرار المدني مش مشكلة هناك فيه أسر عندها رضة بكل بقليل يعني ولكن استقرار نفسي فيه يعنيه جدا عندهمش ان البيت كله مخوخ يعني اللي بيت كله مبني على الورق لكن انا بتكلم على استقرار نفسي والديني والقائدي والاجتماعي والمجتمعي هو ده اللي بيأصل طبعا بيأصل بلا شك يعني بخاطر الامكان طبعا الاسئلة الكريفة مجلدات كبيرة جدا بس انا قد ايه عشان ناخد نغطي الاسئلة ورد على اخواتنا المشاهدين ومشاهدات اللي هم بحتل لنا الاسئلة مع المستشار حذك النهاردة مثلا من ضمن الاسباب او من ضمن مسببات المشاكل بين الزوج و الزوجة التي تؤدي الى الطلاق ان الزوجة تفشي سر بيتها برا ممكن لأهلها يعني مثلا حاصلت مسلا مشكلة بين الزوج والزوجة ايا كان بقى اول حاجة بتعملها الو يا ماما يا ماما الو الحقيني زوجة عمل كذا وكذا كذا كذا والعكس الحقني نفس انظام الزوج يا ببا الحقني او يا ماما الحقيني على فكرة دي حاصل منها وبسوى كذا 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 الحجفات دي كلها ممكن يترتب عليها ايه ترتب عليها خراب الاسرة خراب الاسرة ي sabre الاسرة للزواج طبعا الاسرة بتاع احنا طبعا بننصح بان الموضوع ده عمل مشين بس تقريباً هذا الشرع والدين يعني يمنع ذلك معالي اللي هو صحيح يا جباً؟ أه طبعاً يمنع ذلك أه طبعاً ولا يصح طبعاً وبالذات في موضوع الفراش أو في الغازة واليها السرية أخاصة يعني أفروض إن الزوجة يعني زوجك معاكي ده دي نظام يعني أمان من ربنا معاكي حفظ عليه حضت المدابة سيد النبي حضت المدابة سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ألفيها أوصيكم بالقوارير الخيراً يعني خلى النساء كلوحة كبيرة من الإزاز المحترم ما تتخذش حتى يعني طب معاليك حضتك لو عكسناها بقى إفشاء الزوجة سر زوجها أو سر البيت أي أن كان بقى الموضوع إحنا النهاردة معذرة في اللفظ على فكرة إحنا أكلنا بكذا يا ماما أكلنا بكذا يا بابا عملنا كذا اتحركنا كذا طلعنا كذا اشترينا مثل بقى ما زي من المخي بيزيل الشقاق طبعاً بلا شك يعني طبعاً بلحاجة إحنا عملنا كذا تعرجنا كذا مش ممكن لا مفعش طبعاً ده طبعاً بلا شك يعني طبعاً الصور المياد لك ما تطلعشوا برا البيت خالص أربع حيطان زي ما بيقولوا يعني بالضبط كده طب حذك بقى الموضوع بقى الهم حذك من السؤال حذك كيف نواجه الفتن الداخلية بمعنى إي حضرتك إن يجيني حد مثل ألو يا فلان أنت فين أنا مثل في جغلي طب إلحى زوجتك في الحتة الفلانية أو إلحى ده بيتك حتطالع الواحد الداخل إزي أواجه هذا الموضوع والأكس حابش قالت بتوقع بلاد بتوقع دقل مش هتوقع بيت لا توقع طبعاً طبعاً بلا شكل كلام ربنا سبحانه وتعالي اللي هو يعني يعني يأمر مثل هذا الموضوع يعني والذين إيه أمانوا إن جاءكم إيه فاصق بنبع إن فتبينوا عسل تصيبوا يعني الموضوع ده مهم جداً إن أي حد يكلمني إلحى فلان زوجتك في حتة الفلانية أتأكد مش عرضوا لأجري إنت فين يا بنت كزا وأعمل وأبوز الدنيا وإنت ونفسي نزمر ده الزوج تمام كده؟ والله مع المستشار حضرتك ومجز كامل المرأة لازم يبقى ليه دور برضو الفترة دي يبقى ليه دور التوعية ونصيحة للزوجة تقول لها الأسرار دي تبقى بينك وبين حد مقرب ليك بلاش تندرجي تحت أهوائك المادية يعني آسف دي صيفت عايزة تروح زيها دي اشتدت لبس عايزة تروح تجيب زيها السادة حضرتك معنا اتصال معنا لا تقناء اتصال معنا نلياتسز رمضان ربيع quando ناشط السياس وابتماعي أهلا سلام بحضرتك أهلا بحضرتك سيد رمضان ربيع الناشط السياس وابتماعي معنا أحمد احمد بالعزائم والسيالة المستشار حسام راغيب يا مرحب براحب بصيفة الارثة وبالكسة اللي هو أحباب العزيم وبالصديق العزيز المصشوخ التمرأة أهلا بحضرك حضرك معالي الساز رمضان ربيع النهاردة ليه العادات والتقليد اندثرت في المجتمع المصري بصفة خاصة ومسال يعني فيه بقايا منها في المجتمع العربي لسه ممسكين على العادات والتقليد فيها كودي كويسة لكن هنا في مصر مثلا تقريبا في بعض المناطق اندثرت فيها بعض الحاجات القيمة اللي احنا كنا بنحبها وبنتألف معها اندثرت كم زي مثل صلة الراحم تواصل في البيوت مع بعضنا البعض حدثنا فاتفاضتنا في البيوت الحاجات دي كلها بدأت تقل أولا أنا بشكر حداك على السؤال ولكن للتوضيح لما نتكلمها العادات والتقاليد والقانون المنظم لها هنشوف ان اصلا حتى من خصائص القاعدة القانونية انها قاعدة اجتماعية وطبعا زيبا القرام اعلم بالقانون منها ويعلمون ان من خصائص القاعدة القانونية انها قاعدة اجتماعية ولولا المجتمع ما كان القانون فلو ان انسان يعيش في مهنة عن نفسه نحتاج الى قانون ولكن القانون لابد دائماك من اجتماعيات ولما رأينا ان الاجتماعيات قد اندثرت وكان هذا الامور لوجود عدم بعض الامور او عدم التماسك التي ورثها عن اجداده القرامة والعلى من هذه الامور التي وجدناها في اندثار العادات والتقاليد هي العادات والتقاليد بين الزوجين او الامور التي جعلت اختلاف الاسر وانهيار الاسر المصرية وذلك سواء بانعدام هذه العادات الحقيقية والتي تورصتها الاجيال عن القدماء ولكن هذه العادات قد اندثرت حقيقا العرف مصدر مصادر التشريع هو ما تعرف عليه الناس والفو ما لم يكن مخالفا بالشرع والقانون وبذلك واذا كان العرف مصدر مصدر التشريع والناس قد ارتكنوا لهذا العرف ولكنهم في هذه الايام نجد انهم قد تركوا العرف وقد تركوا العادات وقد تركوا التقاليد فانقسمت الاسر ونجد ان المحاكم المصرية قد امتلأت ببعض الدعاوى الاسرية نجد ان هناك دعاوى اسرية في المحاكم تعدد في الفرور الواحد بالمئتين وثلاثمون قضية في اليوم الواحد من خلع وطناء وذلك وذلك كان بسبب التفكك الاسري وانعدام الثقة ما بين الترفيهم هقدر اقول لحظك على كلمة شو ما تورش على معاليك اللي يمكن عدم السوق الاختيار وعدم تمام التركيز وتركوا حتى مسميات الاسلام الدين الحنيف الذي امر بذلك وامر بذلك التماسك فلما تركوا ذلك تفككت الاسر وانعدمت هذه الاسور وانعدمت هذه التقاليد وهذه العداد شكرا شكرا على سوء على سوء من محسويات معينة وعلى اختيار على حسب الماديات والاسور الاجتماعية ماشي ولكنهم تركوا اصول معينة فتفككت هذه الاسور وانتهت الامور وبدأت التفكيك وانعدام العداد والتقاليد شكرا 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 لمعاليك السادة رمضان ربيع الناشط السياسي والاجتماعي بجد كلام وقالي أنا بأييده طبعاً ومتكلم في صلب الموضوع اللي احنا بنبنائج فيه هو الحاجات اللي نسبة الطلاق زادت بسبب حاجات طبعاً احنا كلنا وقعنا فيها للأسف والبعض وقع فيها إننا النهاردة مثلاً تربيت على حاجة معينة فنخش في موضوع ثاني حاجة خالص كمثل نهاردة مثلاً أنا تذوقت مثلاً والنهاردة مثلاً والده والدتي عادة تقاليد تربينا عليها فأنا روح النهاردة مثلاً كما خالب على شغلي أو جمعتي أو أي المكان اللي أنا أكثر مثلاً فيه فروح مثلاً أجيب ربما معلومات مش ما تنفحش تطبق في المجتمع بتاعي كمثلاً النهاردة مثلاً أنا أعيش مثلاً في مجتمع الفيوم مجتمع مثلاً ريفي فلما أجيب بقى حاجة من القاهرة من المدينة وطبقها في الفيوم هقع ونفس النظام برضاً لحكس فالحاجات دي كلها برضاً محتاجة نظرة لكن خليني معلو يعني أسهل حضراك سؤال من ضمن المشاكل أو المسببات للطلاق بسبب يعني بصفة حضراك يعني قبل أن تكون قائد أب وقائد أسرة وقائد أسرة محنك من الإطار الكبير الواسع ليك باع طويل في هذا الموضوع خبرة عميقة جداً وخاصة في مجال موضوع الأسرة ده والكلام والحديث في دي معا حضراك بيبقى شايد كميل جداً الناس كده جداً عايزة تستفاد خاصة في هذه النقطة تحديداً بيقول البعض منهم أن المشاكل من ضمن المشاكل أو المسببات للطلاق دائماً مشاكل الزوجة مع الحما أو الزوج مع حماته أو العكس أنت شايف حركة إيه في هذا الموضوع؟ هو التدخل أحد الطرفين بعيد على الزوج والزوجة الأب دي أو الأم من ده فبيحصل مشكلة جداً لأنه بيحصل اللي هو التدخل بالفكر بتاعهم الخاص مش عارفين اللي بيحصل بين الولد والبنت إيه فأي مشكلة بتصار بتكبر بصار أطلاق وقاعات دي اللي بتبقى مشكلة بتقسم الظهر المقود أن إحنا ما نطلعش أسرار بيتنا لحد تاني ما نطلعش أسرار بيتنا لحد تاني نهائي أنت لما خدت الزوج ده عارف إمكانياته إيه مرتبه إيه شايته إيه هو كون إنه هو بيحبك وعملك مليون جنيه مثلاً مؤخر وعملك وعملك هل يطر هو معاه يملك المليون؟ ما يملكش حاجة من هذا القبيل ولكنه مقدرك وعارف إنه العلاقة تستمر كون أنت بقى في أول مشكلة تكسري دماغه ولا تكسري ظهره وتقول له طب أنا عارف عقضية وهاخد اللالية وهعمل لك الأيمة بمليون ونص مليون وكلام ده كله هو لما عمل كلام ده كله حباً ورغبة فيه في البنت وفي أسرتها وعود يناسب الأسرة دي كده أنا أحافظ على كده واحد شريك الآخر ما تجيش بقى في أول مشكلة وتجي أطمى ولا تسمع كلام ماما ولا تسمع كلام كالتي خلينا ننتقل في أقل من دقيقة مع المستشار الجميل المحبوب اللي مشرفنا النهاردة ومنورنا حضاك ما تسمع لزوجتي في أقل من دقيقة يسمع لزوجتي في أي مشكلة هو محتاج أن هو يرجع فيها المشاورة أو يطلع الطاقة الصلبية بتاعته ويقعد يتناقش لاني دي قرب حد لك يعني يعني دي سرك ودي الحاجة الأمينة عليك أنا بنصح العائلة أن هي ما تمشيش وراء أهواء الرجل أو الزوجة اللي لسه ماكملو السنة في حياتهم بنصحهم منتقفوا معاهم وتعدوهم مرحلة السنة دي بنصحهم أن هم ما يشجعوش على الطلاق لأن البخت الأول زي يقولوا ما يتعوضش بقاية سيادة اللواء الخلوك في الكلام اللي قالوا أن الانتقاء يبقى بدقة سواء من البنت أو من الولد ونسمع لبعض دائما نخلي الحوار مفتوط ونفتفط ونطلع اللي عندنا يا جماعة دائما نحب بعض ونكلم معهم خد أجازة رحلة يومين ثلاثة في أي مكان غير جاو أقلي من 20 ثانية نصيحة كل زوج وزوجة مع المستشق مع الجلواء الآية القرآنية ومن أنفسكم من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة تسكنوا إليها وجعل بينكم موض ورحمة شكرا حبي زوجك صحبي املي عنه من كل شيء حواليه خليكي دقيقة معاه في احتياجاته اللي هو بيحبها كل شيء بيحبه عمله له هتلاقي أنه هو بيعملك أحسن معاملة في الدنيا كلها الله أحلى الكلام النهاردة حضراتكم زي ما أنتوا سمحتوا كده الكلام الجميل من معالي اللواء أحمد ماضي أبو العزائم وسيادة المستشار حسام راغي بكلام جميل جد أنا شخصيا من النهاردة هبدأ أطبع الكلام الحلو الجميل ده هعامل زوجتي إن شاء الله يعني بمرض ربنا سبحانه وتعالى وتمنى أن زوجتي النهاردة تكون سمعاني وتعاملني نفس النظام معاملة كويسة بمرض الله سبحانه وتعالى بجد يا جماعة كلنا لو اتعاملنا معاملة كويسة بمرض ربنا بجد والله هنعيش عيشة كويسة وهنعيش عيشة في هدوء نفسي وفي استقرار عاطفي هتيب الأمور تمام أولادنا هيطلعوا مميزين عن غيرهم المجتمعنا هيب مجتمع متحضر مجتمع مسقف مجتمع كويس المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية يعني قدروا ينجحوا وقدروا إنهم يكونوا مجتمع أول حشان هم بيصنعوا البعض بيفطفاتوا مع بعض بيطلعوا مع بعض بيدردشوا مع بعض إحنا ليه ما نعملش كده ليه إحنا ليه هم أفضل مننا إحنا هايزين نكون إحنا أفضل منهم والأسرة هي أساس لو إحنا قدرنا النهاردة نبني أسرة كويسة هننجح في كل حاجة النهاردة حضرتكم بشكركم أخواتنا المشاهدين والمشاهدات وتقدم بخلص الشكر والعرفان إلى معال أحمد ماضي أبو العزيم وأيضا الشكر موصول إلى معالي المستشار حسام راغب والشكر موصول إلى أستاذ المشاهدين نشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة تحياتي لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة